زادت الحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية من تعقيد المشهد الفلسطيني خاصة في ملف الأسرى المضربين عن الطعام بعد اعتقال إسرائيل لعدد من من أفرج عنهم في صفقة شاليت قبل ثلاثة أعوام في رام الله خرجت مسيرة تضامنية مع الأسرى تطلب من المجتمع الدولي التدخل العاجل إسرائيل أعلنت الحرب على الشعب الفلسطيني على هذا المجتمع الدولي أن يتدخل بإرسال قوة دولية لحماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب والعدوان والإجرام والمجازل التي ترتكبها إسرائيل بحق الإنسان الفلسطيني اعتقال الأسرى اقتحام مؤسسات اقتحام الجامعات مراكز المدن مراكز زيادة الفلسطينية المتحدثون طالبوا القيادة الفلسطينية بسرعة اتخاذ خطوات جوهرية مع دخول الأسرى المضربين عن الطعام شهرهم الثالث ودخول بعضهم مرحلة صحية حرجة الذهاب لمجلس الأمن مجرد كلام قد لا يضر ولكن لا يفيد الذي يفيد الذهاب الفوري إلى محكمة الجناعات الدولية وهذا ما نستطيع عمله إن أرادت القيادة الفلسطينية أن تفعل ذلك فبعد اعتقال إسرائيل لمئات الفلسطينيين على خلفية بحثها عن المستوطنين المختفين أصبح عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو ستة آلاف أسير اعتقال إسرائيل مئات الفلسطينيين في أيام قليلة ضمن حملتها العسكرية في البحث عن المبخودين الثلاثة جعل من قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قضية قابلة لإشعال الشارع الفلسطيني في أي لحظة في رسولتي سكاينيوز عربية رمالله